اشتركوا في القناة اثناناتهم قاعد يعطوني نفس النتيجة لكن يختلفون اختلاف كبير علشان شديد كثير من الريتاتشر والإديتر يفضلون استخدام الادجاسمنت لاير الفرق ان لو انا ابي اعطي اي تأثير على هالصورة من اروح حق الامج وادجاسمنت ومثلا نختار الليبل واعطي اي تأثير ابي سواء واني افتح الصورة واغمجها واعدي راطها واعطي اوكي خلاص ما اقدر ارجع وسوي لها اي تعديل ثاني حقها اما الادجاسمنت لاير لو اي واعطي كليك عليها راح نشوف انها تطلع لي بلاير يديد يعني كأني قاعد اتعامل مع اللير كاملة بشكل كامل بالاضافة الى الماسك المعطيتني اياه زاد ان اقدر اتحكم في الاباستي تبعها زاد ان اقدر احول حتى البلندينج مود الموجود فيها هذي اهمية الادجاسمنت لاير وليش احنا نفضلها على الادجاسمنت الموجودة في الامج ونقدر اللي ما يكون عنده هذي القائمة موجودة هني واضحة اني لقاها تحت موجودة على جنب هذي هي نفسي شي الادجاسمنت لاير واي احد ما تكون طالع عنده الادجاسمنت لاير هني نقدر نروح حق الويندو والورك سبيس ونختار فوتوغرافي اول ما تختارونها راح تطلع لكم الادجاسمنت لاير عشان شذي دايما احنا ننصح باستخدام الادجاسمنت لاير في الكثير من الصور على سبيل المثال خنقول نلعب في خنقول المود تابع الصورة نختار الكلر بالانت خنقول نغير الاضاءات فيها بهالطريقة ونلاحظ انه نقدر ننزل في الابستي تابعها نسكرها نبطلها اقدر اغير حق السوفت لايت اقدر اغير حق السكرين او حق الملتبلاي واقدر ايضا استخدم البلندينج اف اذا انا ابي اتحكم في شغلات معينة في الصورة فاتمنى انه استفدتوا من هالدرس والفرق بين الادجاسمنت والادجاسمنت لاير لانتي لكثير من الاسئلة شنو الفرق بينهم فحبيت ابين الفرق باختصار وبدرس مختصر واتمنى انكم استفدتوا مننا واي سؤال واي استفسار من المجال حطولي كومنت تحت الفيديو ولا تنسون كومنت سووا نسسكرايب حق قناتنا عشان تشوفون اول باول الدروس اللي تنزل نلقاكم حلقات يديدة ومع السلامة